اكد معالي وزير الاعلام معمر الارياني ان جبهات الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران تتعاكر بسبب عدم قدرتها على تجنيد المزيد من المقاتلين ورفض ابناء القبائل الاستجابة لدعوات التجنيد بالاضافة الى مغادرة الكثير من المقاتلين الذين كانوا يؤيدون الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد تصفيته من قبل الحوثيين في ديسمبر من العام الماضي واضاف الارياني ان ميليشيات الحوثي الايرانية الارهابية تعيش حالة من الارتباك والتخبط بعد الانكسارات العسكرية والهزائم المتلاحقة التي منيت بها خلال الاسابع الاخيرة واضح وزير الاعلام ان قيام الجيش الوطني والمقاومات الشعبية بفتح يبهة شمال محافظة صعدة وسيطرة على معسكر الكمب الذي يبعد 12 كيلو مترا عن مديرية مران شماء مثل ضربة قاسية للميليشيات الحوثية التي باتت امام خيارات صعبة بين الحفاظ على العاصمة صنعاء او الدفاع عن معقلها الرئيس في محافظة صعدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا